فالسؤال لماذا اختار المسيح رجال عاديون مش من علية القوم وليه اختار 12 التلميذ طبعا يعني خلي بالك انه متى هو اللي بيتكلم عن المسيح لتتميم النبوة انه هو المسيح ابن داود يعني اللي جاء من نسل داود واللي تمت فيه نبوات العهد القديم فبيتكلم طبعا لفكر يهودي لانه هذا الانجيل متى مكتوب لليهود فكأنه عم بيظهر او بوري صورة على الارجح انه اختار 12 هذا الشيء المتعارف عليه يعني في القديم اولاد يعقوب كانوا 12 اللي هم اصبحوا اصباط اسرائيل الاثنى عشر اللي هو المملكة المتحدة يعني كل الاصباط اولاد يعقوب 12 ما كانوش بيرفكت ما كانوا كاملين بالدليل انه رأوبين اخطأ مع زوجة ابو فرفض شمعون اولاوي قتلوا بدم بارد رفضوا الصبت الرابع اللي هو كان يهوذا اللي جاء منه يسوع المسيح برضو عنده عيوبه وعنده مشاكله ليهودا بتتطلع بتدرس كل صبت يعني اذا الابو كان عنده مشاكله الاولاد كمان عندهم مشاكلهم لكن هذه الاصباط اتوحدت وهي الاصباط اصبحت اسرائيل اتنعشر صبت وكأنه اختار اتنعش هؤلاء اسرائيل الروح الجديد العهد الجديد فاثنعشر تلميذ اختارهم زي بالقديم زي ما موسى اختار سبعين كمان المسيح اختار سبعين تلميذ اللي ذهبوا وكرزوا بس اتنعشر تلميذ هم الدائرة الاقرب الى يسوع المسيح نعاوز اقرأ آية من سفر الرؤية اصحاح 21 والآية 14 بيتكلم عن تلميذ المسيح وصور المدينة كان له اثني عشر اساسا وعليها اسماء رسل الخروف الاثني عشر طبعا بيتكلم عن كمان اسماء اصباط بني اسرائيل الاثني عشر يعني في النهاية في اواخر الايام في اورشليم الجديدة النازلة من السماء بيتكلم عن اصباط اطنعش وبيتكلم عن رسل المسيح اطنعش لكن اللي بميز كمان بالعهد الجديد متل ما ذكرت انه كانوا عاديون ثقافتهم محدودة وشخصياتهم متبينة لكن هؤلاء اطنعشر تلميذ احبائي اصبحوا حجر الاساس اللي بنيت عليها الكنيسة متل ما بقول الكتاب في قفل 22 مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية يعني اللي بيمسك وبركب كل البناء في كورنتوس الاولى صحاح 3 مكتوب عن يسوع ويسوع نفسه حجر الزاوية فاذا يسوع هو الاساس وهو الحجر الزاوية اللي بيمسك كل البناء اللي هو الكنيسة الكنيسة اللي تشكلت على اساس الرسل والانبياء فاذا الكنيسة هي اسرائيل الروحي الجديد اشتركوا في القناة